تاريثة جوية تغلق الطرق السريعة لكن لا شيء يقف في وجه غضب الطبيعة فيضانات تاريخية مروعة في كولومبيا البريطانية يقول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المنطقة تعرضت لهطول أمطار خلال يومين يعادل ما تتلقاه عادة في شهر وكانت قد واجهت إيصارا نادرا الأسبوع الماضي يوضح علماء الأرصاد الجوية أن نهرا جويا قادما من المنطقة الاستوائية كان السبب والنهر الجوي هو عبارة عن مسارات من الرطوبة في طبقات الغلاف الجوي بإمكانها حمل كمية مياه قد تبلغ أكثر من 15 ضعفا من كمية المياه في نهر الميسيسيبي وهو ما حدث هنا إذ يستمر عدد القتل بالارتفاع فيضانات قطعت أوصال المنطقة وانهيارات أرضية أعطلت حركة السكك الحديد من وإلى ميناء فانكوفر الأكبر في البلاد السلطات كانت قد أعلنت حالة الطوارئ وأوضح متحدث باسم عمليات الطوارئ أن نحو 400 شخص محاصرون في بلدة جبلية شمال شرق فانكوفر وتعاني بعض المدن الجبلية المعزولة اليوم نقصا في الامدادات بينما الأجواء تميل إلى التجمد الفيضانات الكارثية هذا الأسبوع ليست أول أضرار كولومبيا البريطانية من التغير المناخي هذا العام بعد أن واجهت لهيب الصيف بدرجات حرارة قياسية أودت بحياة المئات وحرائق غابات دمرت مجتمعات بأكملها